هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وفي برقية بهذه المناسبة عبر مدبولي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة عن أسماء آيات التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات كما بعث مدبولي برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بهذه المناسبة وعبر خلالها عن تقديم أسماء آيات التهاني وأطيب التمنيات داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان